اشتركوا في القناة يقول المسنف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القموس ولا العمائم ولا السراويلات وذا البرادس وذا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني فليلبس الخفاف وليقطع هما أسفر من الكعبي ولا يلبس من الثياب شيئا مسته زعفران أو ورس وذي البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفاف ولا تلبس القفاف زيت بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضي إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله رسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه آل غر الميمين والتابعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه لنسلك اللهم علما نافع وقلبا خاشع ولسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبوه وانعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونستفى اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل هذا عن ما يلبسه المحرم وكنا تحدثنا من قبل عن المواقيت وهو الباب الذي افتتح به المصنف بلغة النابلسي رحمه الله المقدسي رحمه الله كتابه كتاب الحج من كتابه عمدة الأحكام وكما قلنا لم يتعرض لتعريف الحج ولا أحكام الإحرام ولكن سيأتي تتعلق بمحضورات الإحرام ولعله كما قلنا لأن الشيخ رحمه الله اختصر في كتابه وكما قلنا عن الحكمة من الحج واستمرأ استرائيل التشريع فيه وثم كانت تفصيل عن المواقيت وقلنا إن المواقيت جمع ميقات وأنها مأخوذها من الوقت وأن التوقيت في الأصل التوقيت هو ذكر الوقت التوقيت في الأصل هو ذكر الوقت وقد يطلق بشريع أيضا على تعليق الحكم الوقت تعليق الحكم الوقت ثم توسع فيه فصار يطلق على التوقيت مطلق التحديد مطلق التحديد فيصير التحديد من لوازم التوقيت و وقلنا إن المواقيت في الحج نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والشيخ هنا يتكلع من المواقيت المكانية وقد تأتي إشارة المواقيت الزمانية بمعنى أن الحج له وقتان وقت زماني ووقت مكاني وقت الزماني هو أشهر الحج أشهر الحج وهي شهر شوال وذو القعدة هو عصم منذ الحجة أو قيل أشهر الحجة كله إذن هذه هي أشهر الحج الحج أشهر معلومات بمعنى أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم أتى بالحج فإنه يكون متمتعا إذا بقي بعد العمرة في مكة و حج فمن هنا بينما العمرة ليس لها وقت ليس لها وقت العمرة وقتها طوال العام في أي وقت يأتي فإنه يهد العمرة بينما الحج لا يكون إلا في أشهر الحج هذا الوقت الزماني أما الوقت المكاني فهو الذي مر معنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله وعنهما في قوله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولهل الشام الجحفة ولهل نجد قرن المنازل ولهل اليمنية لملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج وعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة وقلنا إن هذه المواقيت أولا النبي صلى الله وعنهما أشرعها من جميع الجهات الجهة الأربع من الشمال والشرقي من الشمال والجنوبي والشرقي والغرب فمن الشمال قريبا الجحفة ومن الجنوب يلملم ومن الشرقي على المنازل ومن الغرب تقريبا الجوع للحليفة ف وقلنا إن هذا التوقيت لا شك كان مقصود به التيسير على المسلمين ولو أنه جعل ميقاتا واحدا وقيل لناسي لا يحرمون إلا منه فكان مشق وأنه قال لا يحرم إلا من الحليفة مثلا فيشق على أهل الجنوب وشق على أهل الشمال وعلى أهل الشرق والشمال والغرب شقوا عليه أو الشرق الشرق الجنوب والشمال شقوا عليه لكنه جعل لكل جهة ومن التسهيل أيضا أن من لم يمر على ميقات يحرم من محادات الميقات ولا يلزمه أن يذهب إلى نفس الميقات إذا كان يشق عليه كذلك أيضا من التسير أن من كان دون الميقات يحرم مكانه كما قلنا كأهل جدة مثلا أو هل بدر أو هل المناطق أو هل ينبع المناطق التي دون الميقات يحرمون من الميقات من 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 أمكانهم فإلا أن يحرمون من الجحفة المقصود أن لم يأمرهم ويكلفوا أن يعودوا إلى المواقيت وأهل مكة يحرمون في الحج من مكة وهذا كله من التسير وكذلك من التسير أنه لا يحرم من لا يلزم الإحرام إلا من نوى إحرام لو مررت على الميقات وأنت لم تقصد النسوك لا يلزم أن تحرم مررت على الميقات وأنت تذهب إلى مكة من تجارة أو تذهب إلى مكة من طلب العلم أو تذهب إلى كما يجي زيارة صديق أو زيارة مريض أو صنة رحم أو نحو ذلك من الأغراض وأنت لا تقصد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمك أن تحرم ولو مررت من الميقات وهذا من التنسير كذلك ذكرنا أن هذا من أن تحديد المواقيت من أعلام النبوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها قبل أن يدخل أصحابها الإسلام قبل أن يدخل أهل الشام ولا أهل العراق ولا أهل المصر ولا المغرب ولا اليمن ولا النجد حددها مع أنهم لم يدخلوا في الإسلام بعد ما يدل على أن أنها علم من أعلام النبوة وعشرنا إلى قصة سرقة بن مالك حينما كان انطلق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مهاجرا متخفيا يريد أن يحظى بجهزة قريش وهي جهزة كبيرة مئة مئة من الإبل لمن أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركه ولكن غاصت قوائم فرسه ولم يستطع أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ما قال له كيف بك يا سرقة وقد لبست سوارين من سوار كسرة لاحظ يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر ومتخفي وهو كانت في الفترة ضعف فقال ستلبس سوارين من سوار كسرة وبالفعل أسلم رضي الله عنه ثم يعني لما فتح بلاد كسرة في عهد عمر رضي الله عنه وجئ بالغنائم فانا كان منها ممتلكات كسرة وكان سرقة موجود فالبسه عمر السوارين طبعا البسها لكن ما تملكها لأنها غنيمة إنها تقسم لكن اللبس لبسه فالتعبير النبوي قال لو قد لبست ما قال وتملكت واخذت أو ملكت إنما لبست وبالفعل لبسها لكنها أعيدت للغنائم لقسمتها مع ما يقسم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المواقيد قبل أن يسلم أهلها قبل أن يسلم أهلها وذو الحليفة هو الذي هو ميقات المدينة ويسمى الآن أبي رعلي يسمى الآن أبي رعلي وهو قريب من مدينة جدا وقبل أنه وقبل أنه لا يبعد إلى 13 كيلو 13 كيلو عن المدينة بل قلنا إن المباني والبيوت تقاربت جدا التسق تقريبا ذو الحليفة مع مباني أبونيان المدينة والجحفة سمية جحفة لنجح فيها السيل والحليفة تبعد عن مكة تقريبا 400 كيلو أو تزيد الجحفة تقريبا 250 كيلو أو قريبا من ذلك و طبعا خربت الجحفة وثد لها الناس برعبغ رعبغ مدينة عامرة وحيمة منها أما الآن أعيدت والدولة أعادت طبعا عمارها وأصبحت نميقاتا معروفا وأيضا عليه وضع في الطريق لوحة تدل وروحة يرشادية تدل عليه وهو عامر وموجود ولكن الناس يحرمون من الرابغ قبل قليل من تقريبا من الرابغ تساكيل تقريبا لكن من شاء أن يذهب إلى الجحفة موجودة و يا لملم هذه هي من يأتي من جهة اليمن من جهة الساحل اتهامة لم تبعد عن مكة تقريبا مئة كيلو وإذا استبدلها الناس بالسعدية الآن لأنها لحد ما خريبت وستبدلها الناس بالسعدية ووجودها الآن معروف وعامرة وكبيرة وهي لكل من يأتي من جهة اليمن من الساحل من اتهامة وقرن المنازل هو لأهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير يسمى السيل الكبير ويبعد عن مكة تقريبا 80 كيلو أو 70 كيلو وهو أقرب تقريبا أقرب المواقف إلى مكة يليه السعدية ثم الجحفة ثم الحليفة وللعراق يعني لما قالوا إنه جاءوا عن طريقنا جاءوا لعمر فحدد لهم ذات عرق وقيل إنه أن النبي صلى الله عليه هو الذي حدد ذات عرق أنهم رفوع وذات عرق أيضا كانت موجودة ثم اندثرت الآن ومكانها والآن المكان موجود لكن اسمها الآن الضريبة والدولة أعادت بناءها ووضعت ميقاتا كبيرا والآن أيضا يعني يجهز كثيرا ولكن غالبا أهل العراق لقد لأيتنا معه الآن وقد يأتي منه قد يكون الشيعة يأتون قريبة منه من هناك لكن لكن موجود وعامر وبعض استكبالات خاصة على بعض الطرق لكن بني بني مسجد كبير وبني مرافق يعني المهي أهل لمن يريد أن يحرم من تلك الجهة هذا فيما يتعلق بالمواقيت قال هن لهن هن هذه المواقيت لهن يعني هو قال هن لهم يعني أهلها لكن قال هن لهن يعني للبلدان هن لأهل هذه البلدان فالمؤنث يعود على هن مؤنث المواقيت لهن يعني الأماكن للبلدان والمراد أهلها كما قال وسير القرية يعني أهل القرية فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير هن لو أن الشامي جاء المدينة فإنه يحرم من الحليفة ولو أن النجدي أيضا جاء من المدينة يحرم من الحليفة أو العراقي أو اليمني أو اليمني جاء من الجحفة يحرم من الجحفة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك محيث أنشاء من كان بلده بين الميقات ومكة يحرم من بلده كهل جدة مثلا يحرمون جدة وأهل بدر يحرم من بدر وأهل بحر يحرم من بحر وكل المدن والقرى الواقعة بين المواقعي يحرمون من أماكنهم وكما قلنا هذا من التأسير فمن أراد العمر والحج يحرم من بلده حتى أهل مكة من مكة أهل مكة يحرمون للحج من مكة طبعا مكة المكة والمقيم بمكة يعني كلهم في حكم أهلها من أقام فيها فهو في حكم أهلها يحرم من مكة إلا العمرة العمرة يحرم من الحل يعني من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم لأن النبي صلى الله أمر عائشة أن تحرم من التنعيم ولم يعني يقول أحرم من مكة وإنما ذهبت إلى التنعيم إلى الحل وأحرمت ثم الشيخ طبعا الحديث بحديث بن عمر في موقف أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدية من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجزي من قرن قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهلها اليمن من يلم وقلنا إن مصنف أخره لأنه بن عمر قال فيه وبلغني بينما ثابت طبعا ثابت أن النبي صلى الله عن حدد له اليمن يلم لكن ابن عمر قد لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سماعه لا يضر حيث أبوته لأنه ثابت من صحابة آخرين هذا فيما يتعلق بالمواقف كما أشرنا في أجلسة السابقة ثم قال رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب باب ما يلبس المحرم من الثياب طبعا المؤلف قد ترجع مهم من الحديث يعني السائل سائل النبي صلى في حديث عبد الله بن عمر قال أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميصة ولا العمائمة ولا استراويلات والبرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجبن عليهم فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص ويلبخار ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبسوا القفزين إذن هذا فيما يتعلق به الإحرام وممنوعات الإحرام فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم من الثياب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزبه على ما يلبس أجابه عما لا يلبس لماذا لأن الأصل حل يلبس أي شيء وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن جوابع كلمه وأيضا أنه أجاب على سؤاله بما يفيده قال العلماء حتى المفتي لستفتاه مستفتي ولم يحسن السؤال فلا مانع أن يجيبه جوابا ينفعه وإن كان سؤاله ليس دقيقا أو لم يحسن السؤال فهذا الرجل قال يا رسول ما يلبس المحرم فكأنه قال يلبس كل شيء لكن لا يلبس هذا وهذا وهذا فالممنوعات محدودة والمباحات مفتوحة لأن أصله هو الحل فالرجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم والثياب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراولات ولا البرانس ولا الخفاء لاحظون الخمسة القميص العمائم السراولات البرانس الخفاء قال علماء هذه كلها إشارات إلى المواطن التي يلاحظها المسلم المحرم الأول القميص القميص هو الذي يلبس البدن بمعنى مفصل على البدن مخيط أو محيط مخيط أو محيط والقميص معروف سواء كان قصيرا أو طويلا هذا يسمى قميص والقصو يسمى قميص كل ما تقمصه الإنسان بمعنى دخل فيه تقمص تقمص له التبني والتدخل يسميه قميص يعني ضمه و اجسمع فيه ودخل فيه فقال لا يلبس القميص يعني المخيط أو المحيط يعني ما يحيط بالعضو سواء كان البدن كله أو كان على يغطي الأعضاء إذن القميص يشير إلى البدن ودى العمائم يشير إلى غطاء الرأس عمائم ليس سميت عمامة أما الشايخ لماذا يسموها عمامة لأنها تعم لأنها تعم الرأس عمامة لأنها تعم الرأس تغطي فالعمائم المحرم لا يلوث عمامة وشار به إلى تغطية الرأس في أي أنواع الغطاء الرأس منوعة أي أنواع الغطاء سواء كانت عمامة سواء كانت كوفية سواء كانت بورنوس ولا سيكون برأة لا يستطع ولا سراويلات سراويلات السراويلات جمع مفردها سراويل وقيل سراويل جمع وقيل عن بعض العراب سروال وقيل بشين شروال وهي عجمية وقيل عربية هي عجمية وقيل إنها عربية سراويلات جمعوها سراويلات والسراويل مفرد والسراويل السراويل هي التي تلبس في الرجلين السروال وهذا القميص لعموم البدن والسراويل للرجلين هذا معروف إذن أشار إلى القميص للبدن والعمامة للرأس والسراويل للرجلين ولا البرانس البورنس هو جزء الرأس الملتصق بالثوب يسمى بورنس في معنى العمامة معروفة لكن هذا عندما يكون ينسى عليه ثوب وفيه جزء يغطي الرأس هذا يسمى بورنس هذا يسموه غالبا يلبس المغاربة قديما قالوا يلبسه الزهاد والعباد في أيام التابعين من بعدهم لكن الآن معروفة أن المغاربة يلبسونه فهذا بورنس وإيضاً حتى الآن كثر في ملابس الشتوية موجود يعني حتى في الصغار يلبس البورنس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس بورنس يعني جزء غطاء الرأس المتصق بالثوب أو بالقميص ولا البرانس أيضاً الممنوع ولا الخفاف الخفاف هذه القدمين عندنا خف طبعاً الخف والجورة وكله ممنوعة واشترابات ممنوعة غالباً الخف يكون كبير ويصل إلى نصف الساق له ساق غالباً الخف يكون من جلد يكون من قماش يكون من يعني ويكون له رقبها أو له نصف الساق هذا خف والجورب إلى الكعبين تقريباً الجوارب غالباً إلى الكعبين وحتى الشترابات أيضاً كذلك وهذه كلها للرجل المرأة لا لا معنى المرأة تلبس كل هذا المرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها وتلبس أيضاً الخفاف لكن المرأة سيأتي معنا لا تنتقب ولا تلبس القفازين بس وسوف يتلكلم على هذا أما هذا للرجال المحرم من الرجال أما المرأة لا فكل القميص والعماية والاستراولات والبرانس والخفاف للرجال أما المرأة فمسبوح لها من هذا كله كما يقولنا ما عدا النقاب وعدا القفاز اليدين إذن المقصود هو اللبس لو أن القميص ما لبسته إنما جعلته رداءاً ألقيته على كتفك أو جعلته وطبعت به لا ما نعي ليس ما لباس لو فرضنا أنك في الطائرة ونسيت الإحرام في الشنطة مع العشمع في الطائرة ليس في اليدوي تقول ماذا أفعل؟ نقول اخلع ثوبك وضعه على كتفك ولا يضر لأن هذا ليس ما لباساً يعني كأنه رداء وتلقيه على كتفك وتتطبع به لكنك ما تلبس تدخل الأكمام لا تلقيه لقاعة فهذا لا يضر فالمقصود باللبس هو أن تلبسه كاللبس المعتاد كاللبس المعتاد سواء في السراوين أو في القميص أو في الخفاف قال إلا أحد لا يجدوا نعلي فليلبسوا خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين بمعنى يلبس نعلي منع المعروف يبقى أكثر القدم عارئ والكعبين أكشوفة لكن النبي هنا يقول إذا لم يجد نعلي يبس خفين وليقطع الكعبين يعني يقطع جزء لي مما يلي الكعب لكن هذا سأتي كلام آخر يعني مختلف من العلماء الذي قال في الحديث الذي سوف يأتي أنه وقف عرفة أنه قال فمن لا يجد فليبس خفين ولا مجد إجزارا فليبس السراوين وسوف يأتي معنا من غير أن يقطعهما فليبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ثم النبي صلى الله أفاد السائل أشياء لم يسأل عنها هو أسوال السائل قال ما يلبس المحرم فالرسول زاده شيئا يحتاجه فقال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس بمعنى لا يطيب إحرامه ولا يلبس ملابس إحرام فيها طيب مطيبة معطرة فالرسول ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران زعفران معروف شجر وصلي له رائحة زكية وجيدة وطيبة معروف والورس كذلك أيضا شجر يمت في اليمن ومعروف إذا رائحته طيبة يقصد للطيب يقصد للطيب والحق به علماء كل ما كان طيبا من الوعي البخور أو من الوعي الأطياب والعطورات كلها ممنوعة بخلاف ما كان طعاما رائحة زكية كالبرتقال أو الأشياء لطبيعة طيبة أو حتى حيالا بعض البهارات التي طيبة التي لا تقصد للطيب لا مانع منها وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبسوا القفازين هذا طبعا لا تنتقب المرأة النقاب النقاب في عندنا نقاب في عندنا برقع كل ما منوع للإحرام المرأة النقاب هو أن تغطي أغلب جز وجهها وتبقى عيناها هذا نقاب أو غطاء وبقي فتحتين للعينين هذا برقع في البرقع والنقاب فالمحرمة لا تنتقب ولا تبث القفازين القفازين هو ما يوضع ليدين بينما تلبس القميص وتلبس السراولات وتغطي الرأس كله إنما الوجه لا تغطيه واليدين اليدان لا تغطيه ما كذلك هذا هو بينما تلبس خفة المرأة وتغطي قدميها بخفة أو بجوارب أو بشراب أو بغيرها لكن عند الرجال الأجانب تغطي وجهها عند الرجال الأجانب تغطيه تغطيه سدلا ما تغطيه بالبرقع ولا بالنقاب ولذلك عاشت رغل عن تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاءنا ركبان سدلت إحدانا جلبا بها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا فإذا جاوزونا كشفنا فإذا المرأة تغطي وجهها عند الرجال الأجانب لكن تغطي سدلا ما تغطي بنقاب ولا ببرقع تغطيه تأتي في عموم الغطاء الوجه وتغطيه ولبخاء لا تنتق المرأة ولا تلبس القفازين الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجدن عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم هذا عبد الله بن عباس وهو الذي شرنا قبل قليل قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد علي فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم أو المحرم لوايتين هنا لم يقل فليقطعهما لم يقل وليقطعهما وهذا في عرفة بينما الحديث الأول هو في في المدينة إذن هذا متأخر هذا متأخر وهذا الجمهور يقولون يقطعهما والحنابل بعض العلم يقول لا إذا لم يجد يعني نعلي يلب الخفين ولا يقطعهما وقالوا إن هذا ناسخ خاصة المتأخر والأول فيه تلاف للمال ودام مدام هذا يعني الأذنى في لبسه من غير قطع وبدل إنه قال سراويل ومن لم يزار فلبس سراويل ولم يقول يقطع السراويل ولم يقول يقطع السراويل لبس السراويل يقطع يجعله كالإزار كان لا يقول به أحد وإذا قطعهما يسمى السراويل إذا قطعهما يسمى السراويل إذا لا نشاء الراجح هو أنه من لمجنعه فلبس سخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما وكذلك من لمجز إزارا إزار وهو ما يغطي به نصف بدنه الأسفل فلبس سراويل وهذا من التيسير من التيسير ومن يعني يعني حكمة التسريع فيه لأن هذا المقصود هو الامتثال والطاعة والتعبد وليس المقصود هو المشقة على المكلفين نعم الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل هذا حديث عن الله بن عمر التلبية إذن انتهينا من وقيت وانتهينا من الإحرام وتكلمنا عنه أيضا في الجلسة الماضية سوى الإحرام وكيف يحرم وأنواع الأنسك التمتع وقيرها وإفراد وما لا يلبس المحرم كما في الحديث السابق هذا الآن انتهى وفرغ من التهيو واغتسل ولبس الإحرام جاهز التلبية الآن التلبية فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله وعند الله لبيك اللهم لبيك 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 إن الحمد والنحمة لك وموك لا سلك لك هذه صيغة عجيبة يعني التوحيد أو شعائر الإسلام ومشاعر الإسلام عجيبة في تكاملها فالتلبية طبعا نتكلم عن معناها محيث اللغة لبى بمعنى لها معنى أقام ولبى أطاع وبمعنى أيضا أجاب لبيك فكل هذه المعاني في التلبية فالتلبية فتقول لبيك كأن طبعا لبيك تثني مثنى يعني تلبية بعد تلبية يعني طاعة بعد طاعة وقالوا إنها إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حينما قاله رب وأذن في الناس في الحج بمعنى أعلم وأعلن وادعو الناس ليحجوا هذا البيت يعني بعدما بناه عليه السلام وابنه سماعيل أمره الله أن ينادي الناس فقال كيف يناديهم الصوت لا يبلغ قال أدعو علي البلاغ فقال له علي البلاغ فأنت تقول لبيك إجابة لدعوة إبراهيم حينما قال أيها الناس قد بني البيت فحج أو هذا بيت الله فحج هذه دعوة إبراهيم فأنت تقول لبيك يعني مجيب ومطيع ولبيك تثريع يعني طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة والتلبية هذه عجيبة قال جابر رضاه عنه في صفة حجة النبي السلام ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ثم لبى رسول الله صلى الله عنه بالتوحيد يعني إعلان التوحيد ولهذا تقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة وإقامة والثبوت وثبات وملازمة لأبطاعة ولإجابة الأوامر العز وجل وهنا خاصة فيما يتعلق بالمنازق والمشاعر لبيك اللهم لبيك يعني يا الله اللهم يعني يا الله تقول لبيك يا ربي لبيك يعني أنا مجيب ومستجيب ومطيع ومقيم وملتزم وثابت كل هذه ما أتل به لا شريك لك إعلان التوحيد وهذا مهم جدا 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 في أن يستصحبه المسلم في كل عباداته قل إن صلات ونسك ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمرت فجميع ينبغي بل يجب في جميع عباداتك أن تستحضر أنها خالصة لله زوجها وإياك فعلا أن تجعل لله شريكا تصرف له ما لا يجعل صرفه إلا لله وهذا يا أخواني مهم جدا لأن الإخلاص والتوحيد بمعنى أن يستقر في قلبك تعظيم الله وحبه والخوف منه والرغب إليه والرغب منه فالنبي يقول الشرك أخفى من دبي بالنمن الشرك أخفى من دبي من النمن في ليلة ظلماء على صفات سوداء على صفات سوداء يعني حجر أسود فإخلاص التوحيد وتمحيص التوحيد شديد الله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوه فأحرص أحرص في كل عباداتك وفي كل شؤونك أن تجعلها مجردة وتجردها لله عز وجل وبخاصة في الحج وما يشبه الحج لماذا؟ لأن الحج مشاعر ومواقع مكة اشترف الله الكعبة حجر أسود مقام إبراهيم ركم اليماني عرفة مزدلفة كلها أماكن معظمة وشعائر نحبها ونعظمها لكن لا يمكن أن نصرف لها شيء لغير لله أبد ومن هنا قال لا تلك لها فأنت حينما تحتضن الكعبة أو تقبل حجر لا يرد بخلدك أي شيء أن تصفه للحجر وإي كان هو يمين الله في الأرض وقبله وقال وهنا تسكب العبارات لكن تسكبها لله حينما تسكب الملتزم وتدعو أنت تدعو الله عز وجل وحده فلا يكون في قلبك أبدا أحد فوق الله أو أعظم من الله مهما كانت مكاتو وفي الدين أو في المسجد لا شك البيت مبارك ومعظم ويجب أن نعظم ونعظم شعير الله لكن لا نصرف هذا الشيء لغير الله ويجب أن نعظم وإذا قل لبيك لا سريك لك لا منع مزيد الإضاح أتكلم عن البركة البيت مبارك قطع مبارك وإذا قل أنه هو البيت مبارك وإذا العالمين وإذا أشياء كثيرة مباركة جعلها الله مبارك حتى المطر مبارك وأنزل النساء مبارك كثيرة الحديث التي فيها أشياء بركة كثيرة ناتي إلى البيت طبعا البيت مبارك لا شك وحينما نأتي فعلا نرجو بركة البيت ولا يمكن أنه قال أن البيت كغيره من البيوت أو مكة كغيره من المدن لا يمكن مكة مقدسة ومعظمة شرف الله وزاد تشيئ وتعظيم وتكريما لكن كيف نحصل على بركة البيت الله يقول إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مبارك حتى يتبين لك هذا تأمل الذين يأتون إلى هذا البيت الحجاج والعمار والطائفين والمصلين والمتعبدين هل كلهم على حالة واحدة فيهم الصالحون والزهاد والعبادة الحقيقيون والورعون أهل الوراء ممن كما يقال يستسقى بهم الغمام وفيهم أنس العاديون من العوام وغير العوام وعادي خير وطيب وصالح لكن ليس مثل هذا العبد الزهد الذي فعلا فتح الله عليه في الخير وفي قوة النفس وفي الزهد والورع وتحري الحلال وفي الحرام وفيهم العاديون وفيهم الفساق الحرم يأتي نساء مفسد وفي الحرم يسرق الحجاج وقد أيضا يسرسلوكيا في النساء وغير النساء حتى النساء قد تكون صالحة وزاهدة ومتبرجة بل فيهم الظلمة قد يكون من الكبراء والوزراء والملوك والسلاطين يأتون هنا وهم ظلم وسفكون وليس كذلك فكل المسلمين يأتون إلى البيت على طبقاتهم وعلى دياناتهم وعلى ضعف دياناتهم إذا لو كان البركة هي أن تمسك بالحجر والتمسح بالكعبة لك أكلها ولا واحد ويأبى الله أن يكون هؤلاء واحد يأبى الله أن يكون العابد الزاهد الورع المستقيم الذي يخاف الله في كل شونه مع هذا الأفاك السفاك الظالم الذي يأكل حق الناس وحق الحباد إذا لا تناد البركة إلا بالصلاح ومن الله عز وجل بمعنى تسأل الله عز وجل أن يني لك بركة هذا البيت فأنت لا تطل بركة من البيت ولا تطل بركة أن تتمسح بالأعمدة ولا بالأتربة لو كان كذلك أكلها ولا يستوى كان هذا الحرام وهذا الفاسد وهذا المجرم وهذا الذي يضايق النساء وهذا الزاني وهذا كلهم واحد يأخذ تراب وحط في يده لا في جيب ولا في عين هذا فإن ياب الله أن يكون هذا الدين هذه خرافة الدين صفاء الله عز وجل قال ذلك وما يعظم شاء الله فإنها من تقوى القلوب انظر قلبك خوفك من الله وحبك لله الصادق واستقامتك على دين الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله هذا الميزان ولهذا قال هنا لبيك لا شرك لك لأن سنأتي إلى كعبة وسنأتي إلى حجر وسنأتي إلى المقام إبراهيم عليه السلام وسنأتي إلى زمزم وسنأتي إلى المسعى وسنأتي إلى حرفة وسنأتي إلى مزدلفة وإلى الجمار وإلى ميناء كلها ماك شريفة كلها ماك معظمة لكن ما ما نطلب البركة منها إن ما نطلب البركة فيها نطلب من الله أن فعل أن بلغنا بفضله وقد بلغنا هذه الأممكة الشريفة أن يمن علينا بأن ننال بركته ولا ما أحد يقول أن مكك غيرها من البلد معظمة شريفة ومعركة ومعظمة لكن لا يعني لا يمكن أن ننالها بهذا السهل مجرد تضع لك ولا تنزع لك ولا شحنك راباية تضعها هذا خرافة ولهذا قال لبيك لا شريك لك قالها مرتين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك فهي كلمة يعني تلبية عظيمة ولهذا كل الحجاج يعني يلهجون بها طول أيام الحج إلى أن يرمو جوت العقبة فهي يعني تهز المشاعر وتهز الجبال لبيك اللهم لبيك لبيك وطيعك لا شريك لك مخلصاً لله عز وجل متعلقاً به وحده في تعظيمه في حبيه في الخوف منه في الرجائه في التوكل عليه في الاستعانة به وحده سبحانه وتعالى وفي الرغبة إليه إن الحمد والنعمة لك والملك طول فيه فيه روايتان لبيك أن الحمد ولبيك إن الحمد والكسر أو لا لأن إن تصير استناف بمعنى تقرير أن الحمد لكن لو قلت لبيك أن سير تعليل لبيك ولبي لأن الحمد لكن لا لكن لو قلت إن يكون مبتدى وخبر ليس تعليل مستعنفة بمعنى دائماً الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة الحمد كلنا عز وجل خاصة أنه هيئ لك أن تاتي لهذه المشارع المقدسة وقد قطعت الفياف والأجواء والبحار والصحارة والصحارة إن الحمد والحمد كل لله والحمد هو الثناء عن الله عز وجل ما حبه وتعظيمه الحمد غير المدح المدح ثناء لكنه ليس في حب ولا تعظيم أنت قد تمدح فلان فلان ما تحبه لك الله تحمده لأنك تثني عليه بما قاله ما حبه وتعظيمه حب وتعظيم والنعمة أيضاً كل ما بك بنعمة فمن الله عز وجل وهو الملعم وحده ويجب أن أن تفهم هذا في كل ما تشعر به من نعم الله عز وجل فهو من الله عز وجل وطبعاً النعم الله لا تحصى وإن تعودوا نعم الله لا تحصوها ولا يمكن تحصي نعم الله يكفي يكفي لتستشتل نعم الله عز وجل أنك لو أنك مريضتا إذا مرضت أدركت كم فقط كم كنت في النعم بس كنت غافل ولهذا يا إخواني وصيكم وصي نفسي بإياكم وإيايا أن نألف النعم ترى ألف النعم مشكلة إذا ألفنا النعم غفلنا يجب أن نستذكر دائما النعم نعم الأكل نعم الشرب نعم السلذات بالطعام نعم الأولاد نعم النوم نعم الليقظة كثيرة ما يمكن لأنك ليلة ما رقت كل الليالة كنت نائم يشير تنام تقرع عينك بالنوم يأتي يوم يصيبك شيء ما تنام إذا لماذا تغفر عنها عن الأيام اللي نمتها كلها ولا بل الأيام الجائعة لا تألفوا النعم دائما تذكرواها في أولادكم في أنفسكم في أموالكم في أهليكم يعني مهما مهما ظننت أن عندك مشكلات أو عندك بيتية النعم التي أنت في أكبر وأكبر وأكبر أكبر فلا تغفر أبد عن النعم ومن نعم الله عليك أن تذكر عن نعم لماذا؟ لأنك إذا ذكرت النعم عشت سعيداً أما إذا لا تذكر إلا المشكلات تعيش بئيساً فالنعم أكثر أكثر وأكثر ما ظننت أن فيك من بؤس وفيك من مشكلات النعم أكثر نعمة الصحة نعمة البدن نعمة البيت نعمة الأمن نعمة النوم نعمة نعم لا تنتهي يا شيخ لا تنتهي أبداً أبداً ولهذا لا تألفوا النعم ولهذا نعم الله لا تحصوها مهما يعني مهما يعني حاولت أن تعدد لا يمكن نعمة البصر نعمة السامة نعمة قوة البدن قوة المشي قوة القدمين اليدين الرقبة الرأس الظهر حيالة يجيك ألم في ظارك يومين وتقعد تنسى أنك عشرات السنين وأنت تركض في نعمة غافل وإذا جاءك يوم ظهرك وقفت جلس لا تستطيع أن تركع يوم بس واحد بينما نشيت أن عشرات السنين وأنت تركض في نعمة الأجل وترجل هنا وهناك فلا تغفل عن نعمة لا تألفوا النعمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكة كلها من الله ولي الله قال وكان وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك أيضا لبيك وسعديك يمن السعد والخير تثري السعد والسعادة والخير بيديك والرغبة الرغبة 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 بفتح الراء تكون ممدودة رغبة وإذا كان في الظنس الرغبة تكون مقصورة كالنعمة والنعمة كالنعمة والنعمة فهي هنا الرغبة بفتح تكون ممدودة بالألف وهمزة الرغبة بالألف وهمزة والرغبة تصبح مقصورة والرغبة وإليك والعمل يعني والأمل لك فأيضا هذه من الجوامع فإذا ينبغي في التلبية أن تلبي بها التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء لبيك ولو أتيت بذكر بالعمر طيب وكذلك التكبير وكذلك من الملبي ومن المكبر وإذا لا إله إلا الله كل هذه مشروعة في أثناء الإحرام لا إله إلا الله الله أكبر ولبيك اللهم لبيك والله على وصلى الله على محمد وعاله وصحبه يوسف شكرا